أكدت شعبة البرلمانية لمملكة البحرين أن استدامة المنجزات الشبابية في المسارات الوطنية تعمق إسهامات الشباب في المجالات الحيوية ودورهم المحوري والفاعل في تحقيق الأهداف التنموية جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور بسام إسماعيل ألبن محمد والنائب حسن إبراهيم في منتدى البرلمانيين الشباب ضمن أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي أعرب ألبن محمد وإبراهيم عن الفقر والاعتزاز بتنامي نسب مشاركة الشباب في مجالة العمل الوطني ضمن فريق البحرين وبحرصهم على ممارسة حقوق السياسية والاجتماعية والمدنية التي يكفلها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين مشيرين إلى أن السلطة التشريعية تدعم الاستثمار في الطاقات والكوادر الشبابية